يتبرعون بالدم في هذا المركز الوطني للدم وأبحاثه ويقومون بنقل وحدات الدم لتلبية احتياجات القرحة والمرضى في ظل العجز الناجم عن نفاذ مخزون المختبرات ومواجهة الطلب الكبير وذلك إثر تزايد أعداد المصابين قراء القصف العشوائي على الأحياء السكنية إضافة للمرضى العاديين وقرح الجيش ومع استمرار الحرب على تعز تبقى الحاجة إلى مخزون الدم ضرورة مليحة تعز تعتبر هي المحافظة الوحيدة التي شنت عليها مليشية الحوثي أشرس وأكثر حالات وفيات وقرحة في مدى المحافظة تعز وتعز رغم الحصار رغم عدم وجود إمكانيات كبيرة في المختبر المركزي وصل عدد المتبرعين إلى أكثر من 180 متبرع بمختلف الفصائل تعز اليوم بحاجة إلى دم تعز اليوم بحاجة إلى أن يكون المركز الوطني لنقل الدم جاهز لتزويد كل المستشفيات وكل المراكز الصحية بدم آمن ومستدام رضوان نخلان واحد من بين عشرات المتبرعين الذين وصلوا إلى المركز للتبرع بدمه تلبية لنداء الواجب الذي أطلقته إدارة المركز قيت اليوم أنا إلى مركز الوطني لنقل الدم بالتبرع بالدم للقرحة بتعز الأنتعاني من نقص الدم من نقص الدم للقرحة وأنصح كل المواطنين بالتبرع بالدم لأنه تعز محاصر ويسعى المركز الوطني للدم وأبحاثه والذي وفر العديد من الأجهزة الحديثة ومخازن الدم إلى توزيع تلك الوحدات بعد استكمالها من المتبرعين إلى كافة المؤسسات الصحية في المدينة والتي تعاني نقصا شديدا وخاصة أثناء إصعاف القرحة إلى تلك المستشفيات نزيف مستمر في تعز قراء الحرب المستمرة عليها من قبل الميليشيات الإقلابية نهيك عن غياب ونقص في الدم تفتقده المؤسسات الصحية في المدينة قعل من هذا المركز الوطني للدم وبحاثه يعلن الحاجة الضرورية لسكان المدينة بالتبرع بالدم وسد الاحتياج أحمد مكيبر قناة سهيل تعز